صحيفة نيويورك تايمز نشرت هذا الخبر وهذا التقرير عن شخص قالت أنه هو المسؤول عن دفع بوتين لهذه الحرب إذن قالت صحيفة أو قالت كاتب والصحف الروسي أن وراء قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا رجلا وثيق الصلا به ويشاركه بفكرة اعداد عظمة روسيا وأيضا التي تحطمت بعد انهيار الالتحاد السوفيتي وقال في مقال بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قال ميخايل زيغار صاحب كتاب كل رجال الكريملين إن بوتين كان معزولا عن محيطه في السنتين الماضيتين وكان يقضي الكثير من الوقت بعيدا عن الآخرين إلا من رجل واحد هو بوري كوفالتشوك وهو الآن معنا إلى يسار الشاشة ونقل الكاتب عن مصادر مطلعة لم يسميها عن كوفالتشوف أكبر مساهم في بن كروسيا وأمبراطور الإعلام المؤيد للدولة هو صديق بوتين المقرب ومستشاره الموثوق منذ ستينيات لا يفارق بوتين كثيرا في الفترة الأخيرة وأشار إلا أن هذا الرجل أصبح الرجل الثاني في البلاد بحكم الأمر الواقع وهو معروف بتأييده نظريات المؤامرة فيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية قال الكاتب إنه والرئيس بوتين كان يخططان منذ عام 2020 لاستعادة عظمة روسيا وإنهما أصبح مهوسين بالماضي وربما يكون وراء قرار بوتين بالسيطرة على أوكرانيا وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة دمتم بامالله اشتركوا في القناة